بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند بالتأكيد خلاص بقى بنقفل صفحة الأجندة الدولية ومباريات منتخبنا الوطني والحمد لله المنتخب تأهل في صدارة المجموعة ومرحلة البلاي أوف إن شاء الله في شهر مارس القادم جولة الحسم للتأهل إلى كأس العالم في قطر الدوحة 2022 نقفل صفحة كأس العالم وبالتأكيد استعدادات منتخبنا ونبدأ نتكلم بقى من جديد على المشوار المحلي ويمكن من خصن الحظ خلال الفترة الأخيرة عقل مباراة القمة كانت فيه فترة طويلة جدا حوالي أسبوع عشرة أيام الناس كلها بتتكلم وبتحل المباراة القمة والأحداث اللي صحبت مباراة القمة لكن ابتداء من اليوم نغلق صفحة مباراة القمة أيضا ونتحدث عن مباراة المقاولين العرب وكيف يستعد الأهلي لاستئناف مشوار الدور العام في ظل أن الأهلي حاليا في الصدارة وبيسعى بالتأكيد إلى الاستمرارية خلال الثلاث مباراة المقبلة قبل توقف القادم أيضا استعدادا للمنتخب عشان يعيشارك فيه إن شاء الله كأس فيفا للعرب في 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر حلقة النهاردة بالتأكيد فيها كواليس وتفاصيل وكمان هنطمئن على آخر أخبار الفريق والنهاردة التدريب مسائي قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمباراة المعولين يوم الجمعة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة ونحن كده بنسخل لمطش المقبلين كل واحد بيتابعنا وبيتفرج على شاشة قناة الأهلي يقول لنا توقعاته لتشكيل الأهلي لمباراة المقبلين يوم الجمعة في الإسبوع الرابع من الدوري العام شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من قراءة حضراتكم وتوقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يلعب بيه مسماني مباراة المقبلين العرب لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في ترند الأهلي لعب الأهلي الدوليون ينتظمون في المران وكمان الفريق يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا للمقبلين وفي الترند المحلي انطلاق بطولة كأس الربطة 8 يناير دي كانت أبرز عنوان حلقة اليوم لكن بالتأكيد أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ وبعد ونشوف أبرز الأخبار والكواليس والمعلومات الهمة اللي بالتأكيد جمهور النادي الأهلي مستنى يسمحها من خلال برنامج الترند أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند النهاردة معايا مجموعة من الأخبار والعنوان المهمة جدا اللي بالتأكيد بتهم جمهور النادي الأهلي في كل مكان أول حاجة معايا وهو أبرز خبر في هذه اللحظات وبالتأكيد جماهير النادي الأهلي وتحديدا في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بتنتظر آخر الأخبار وآخر الكواليس المتعلقة بكأس العالم للأندية اللي مقرر إقامتها إن شاء الله في أوائل العام القادم 2022 تحدد رسميا يوم 29 نوفمبر الساعة السادسة بتوقيت القاهرة موعدا لإجراء مراسم أرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ بسويسرا هذا هو الموعد الرسمي والمؤكد بعد الاتصال بالاتحادات القرية المختلفة من خلال مشاركة أنديةها في هذه البطولة اللي هتقام إن شاء الله في أبو ظبي مطلع العام القادم يوم الاثنين 29 نوفمبر الساعة ستة بتوقيت القاهرة هنتعرف من خلال هذه القرعة من الفريق اللي يواجه الأهلية بطل إفريقيا في أولى مباريات كأس العالم للأندية إن شاء الله يمكن حتى هذه اللحظة كلنا عارفين أن كأس العالم للأندية بيشارك فيه سبعة أندية بالنظام الأديم اللي لسه مستمر حتى هذه اللحظة طبعا تأهل حتى الآن بنتكلم في حدود حوالي خمس أندية تم تأكيد مشاركتهم في البطولة وتأهله بشكل رسمي النادي الأهلي وبطل إفريقيا تشيلس الإنجليزي بطل أوروبا الجزيرة الإماراتي مستضيف البطولة وبطل الدوري الإماراتي منتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكا كاف أوكلاند سيتي بطل أوكيانوسيا ومازال هناك بالتأكيد فريقين هيتحددوا خلال الأيام القليلة القادمة يوم 23 نوفمبر هنتعرف على ممثل أسيا في كأس العالم للأندية الفائز ما بين الهلال السعودي مع يوهانج بطل كوريا الجنوبية ويوم 27 نوفمبر ذكرى القادية وفوز الأهلي بالبطولة الإفريقية في نفس اليوم ده هيتحدد بطل كوبا لبرتادوريس المباراة هتقام بين فلمينجو البرازيلي مع بالمراس البرازيلي ودي بالتأكيد المباراتين هيتحدد من خلالهم الفرقتين اللي هيكونوا مع الخمسة فرقة الأخرى في كأس العالم للأندية وبالتأكيد مستنبع نشوف أول مباراة للأهلي إن شاء الله هتكون مع مين هل ممكن نلعب مع بطل أسيا غالبا ممكن يكون الهنال السعودي هو الأبرز فريق برازيلي بالتأكيد هيكون هو ووتشيلس الإنجليزي في مرحلة البلاي أوف ابتداء من الدور الثالث لسه نشوف الجزيرة الإماراتي هو المصادف العلعب بالتأكيد أول مباراة مباراة الفتاحية ممكن يكون غالبا مع أوكلاند سيتي كل ده هنتعرف عليه يوم 29 نوفمبر الساعة 6 بتوقيت القاهرة موعد قرعة كأس العالم للأندية آخر حاجة بخصوص هذا الموضوع الناس عايزة تعرف طب توقيت البطولة إمتى معلومة رسمية واختار رسمي حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اختار رسمي ولكن هناك اتصالات حتى هذه اللحظة اللي بكلمكم فيها أن البطولة تتلعب في الفترة من 1 إلى 15 فبراير من بداية العام القادم طبعا هذا الموعد بالنسبة لمشاركة الأهل في البطولة عايبق فيها أزمة لأن كأس الأمم الإفريقية كلنا عارفين أن آخر موعد للبطولة يوم 6 فبراير والاتحاد الإفريقي خلال الشهر الماضي أجرى اتصالات عديدة مع الاتحاد الدولي يعني سعيا أن على الأقل لأول مباراة لأهل كدوري أبطال إفريقيا أو بطل إفريقيا في هذه البطولة يبدأ بعد يوم 6 فبراير ده يتحدد خلال الأسبوع القادم أو العشر تيام القادمة لكن الفيفا الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا لن يعلن أي موعد بخصوص موعد المباريات إلا يوم القرعة يوم 29 نوفمبر هنتعرف الفرق اللي هتواجه بهضاعة وهنتعرف بشكل رسمي توقيت البطولة بشكل رسمي هل من 1 لـ 15 ولا ممكن يتم تحريك البداية خاصة كمان تشيلسي اللي ارتباطات في دوري أبطال أوروبا بعد 15 فبراير فعشان كده الفيفا عايز يلعب في النص الأول من شهر فبراير ده أبرز خبر كان مهم أبدأ بيه ترند ترند وده خاص لكل جماهيري من نادي الأهلي موعد قرعة كأس العالم للأندية إن شاء الله نهاية هذا الشهر 29 نوفمبر الساعة 6 بتوقيت القاهرة طيب نروح لموضوع تاني وهو متعلق بمنتخبنا الوطني تأهل والحمد لله فصدرت المجموعة وعنده المباراة الفصلة في الإسبوع الأخير من شهر مارس في بداية العام القادم طيب موقف منتخبنا الوطني وهو في التصنيف التاني ممكن يواجه مين؟ كلنا عارفين أن الخمسة المصنفين في التصنيف الأول خلاص تحددوا بشكل رسمي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة بالأمس بالترتيب كده تبقى لتصنيف الشهر الجاري شهر نوفمبر هيبقى المنتخب السنغالي المنتخب المغربي تونس الجزائر نيجيريا دي الخمسة منتخبات المصنفة في الأول أو خمسة تصنيف المقدمة التصنيف الإفريقي هم دول اللي تأهلوا بالتأكيد لمرحلة الدور الفاصل ومرحلة البلاي أوف مين بقى الخمسة في المراكز الأقل؟ منتخب مصر الكونغو ديمقراطية الكاميرون غانا ومالي حتى هذه اللحظة يعني موعد القرع الخاصة بمرحلة البلاي أوف هتكون يوم 18 ديسمبر على هامش فاينال لكأس فيفا للعرف في الدوحة يوم 18-12 خلال الشهر القادم طيب منتخب مصر قضي واجه السنغال الجزائر المغرب تونس نيجيريا طيب فيه نقطة عايزة اشرحها بخصوص المباراة الفاصلة وضعها يبقى عامل ازاي؟ اللي الناس عايزة تعرف الفترة الجاية الوضع يبقى عامل ازاي؟ طيب هل منتخب مصر عشان تصنيف تاني هيلعب مباراة العودة خارج أرضه؟ لا ليحة تصفيات كأس العالم بتقول ايه؟ في المادة رقم 20 البند رقم 10 المادة رقم 20 البند رقم 10 ليحة تصفيات كأس العالم فيفا المنظمة للتصفيات الافريقية القرعة هي اللي هتحدد وقدامكم على الشاشة البند رقم 10 في المادة 20 القرعة هي اللي هتحدد مكان الزهاب والقيام بمعنى ان مثلا مثلا يعني مصر هتواجه الجزائر هل الجزائر عشان تصنيف أول؟ فالمباراة الأولى هتكون في القاهرة والعودة تكون في الجزائر؟ لا القرعة هي اللي هتحدد؟ ممكن القرعة هتقول أول لقاء في الجزائر واللقاء العودة في القاهرة إذن اتفقنا أن التصنيف ملوش علاقة بتحديد مكان الملعب أو الزهاب أو الإياب القرعة هي اللي هتحدد من خلال قرعة اللجنة المنظمة للفيفا هي اللي هتعمل القرعة كمان في الفترة اللي جاي طيب الجزائية التانية المباراة يعني نتيجتها أو التأكيد التأهل هيبقى إزاي؟ طيب مباراة الزهاب هتتلاعب بشكل عادي جدا 90 ديئة ومباراة الإياب فيها قواعد مختلفة شوية بمعنى أنا مثلا كسبت الجزائر على أرضي 2-1 ورايح ألعب مع الجزائر اللي قال إياب الجزائر كسبانة 2-1 وانتهى الوقت الأصلي هل عنا نتجه ونحتكم إلى رقلات الجزائر الترجحية؟ لا عنا نلعب إكستراطايم 30 ديئة كل شوت مدته 15 ديئة لو منتخب مصر أحرص هدف في 30 ديئة الإكستراطايم ما نلعبش رقلات الجزائر الترجحية ومنتخب مصر يتأهل لأن هنا الهدف خارج الأرض بيحتسب هدفين طيب استمر التعادل في النتائج 2-1 هنا و2-1 هنا نحتكم على طول لرقلات الجزائر الترجحية إذن في إكستراطايم في وقت إضافي في لقاء الإياب ولكن لو المنتخب اللي بيلعب خارج أرضه أحرص هدف إضافي وبالتالي الهدف ده احتسب بهدفين والأرقام الأهدف هنا أعلى لي مش نلعب رقلات جزائر وعلى طول بنحتكم على طول لأن الفريق الأحرص هدف خارج أرضه بهدفين وشرحت لكم موقف مصر وجزائر مثلا يعني إذا التقوا في المباراة الفاصلة طيب موقف الإنذارات إيه طيب ودي جزء أية مهمة جدا لأن عندنا ست لعيبة واخدين إنذارات عندنا أحمد حجازي الوينش أحمد فتوح طريق حامد محمد النني ومصطفى محمد طيب المادة رقم 15 قدامكم على الشاشة بتتكلم على الكروت الصفرة والحمرة في مرحلة التصفيات والدور الفاصل بتتكلم على أن أي لعب عنده إنذار بيكمل به مرحلة الدور الفاصل يعني مثلا النني إمبارح لو كان لعب وما خدش إنذار الإنذار ده مكمل معه مرحلة الدور الفاصل لكن طبعا الجهاز الفني عارف خطورة الموقف وعايز يحتفظ باللعيبة دي للدور الفاصل فرايح إمبارح النني ومصطفى محمد لكن إمبارح حجازي خد إنذار طيب هل الإنذار بتاع حجازي مكمل معانا لمرحلة الدور الفاصل ولا كده خلاص الجولة التانية أو الدوري التاني خلص فنبدأ الدوري التالي البلي اوف بدون إنذارات لا الإنذارات مكملة يعني معنا صح لقدر الله حجازي خد إنذار في لقاء الزهاب في مرحلة الدور الفاصل أو الحاسم ما يلعبش مباراة العودة نفس الأمر على النني ومصطفى محمد وطريق حامد وأيا كان من العيبة اللي أنا زكرتها الستة اللي وغدين إنذارات حتى هذه اللحظة طيب نفترض لعيب خد كارتة أحمر في لقاء الإياب أو في لقاء الزهاب في الدور الفاصل وطلعت ضده عقوبة اندباطية إقاف مباراتين أو ثلاثة ما يلعبش كاس العالم يروح كاس العالم والعقوبة الاندباطية دي مكملة مع الكاس العالم طيب خلص الدور الفاصل والمنتخب تأهل لكاس العالم ولسه مثلا حجازي عنده إنذار قدام قويف المادة 15 يعني الحمد لله تأهلنا كاس العالم ولسه مثلا الستة اللعبة دي عندها إنذارات وما خدتش إنذارات في الدور الفاصل خلاص الإنذارات بتتشال رحت لكاس العالم بدون أي إنذار ولكن لو فيه كارتة أحمر وفيه عقوبة اندباطية العقوبة الاندباطية بتروح معاك لغاية كاس العالم في الدوحة 20-22 إذن شرحنا موقف المباراة الفاصلة إزاي هتتعمل القرعة هي اللي هتحدد مكان الملعب مش التصنيف وشرحنا كمان وتكلمنا على موقف الإنذارات والكروت الحمراء وبإذن الله إن شاء الله منتخبنا يكون كامل العدد في لقاء الزهاب والإياب وما يحتكمش الإكستراتايم خاصة لو المباراة تتلاعب بره مصري يعني تخيل أنت بتلعب على أرضك 90 دقيقة لكن هتتطرب بره أرضك ممكن تلعب 120 دقيقة وممكن توصل لرقالات الجزاء الترجحية طيب دي جزئية متعلقة بالتصنيف والفرق اللي اتأهلت وعايز أقول لكم يمكن تصنيفها نوفمبر الحالي اللي على أساسه هيتم على أساسه إجراء الأرع هيصدر يوم 25 نوفمبر السنغالف الصدارة ب1561 نقطة المغرب 1525 نقطة بترتقل التصنيف تكون تاني إفريقيا وأول العرب تونس ستتراجع وتبقى تالت إفريقيا وتاني العرب 1512 نقطة الجزائر الرابع 1508 نيجيريا 1478 نقطة ومصر 1449 نقطة ثم الكاميرون طبعا بعدما تأهلت على حساب كوديفوار أصبحت الكاميرون 1437 نقطة كل المنتخبات مصنفة تصنيف أول وثاني بعدها منتخب واحد هو التصنيف تالت في إفريقيا ومنتخب الكنغوة ديمقراطية اللي عمل مفاجأة مع هيكتور كوبر رغم كل الظروف الإدارية الصعبة لكنه تأهل حتى هذه اللحظة في انتظار أي قرار صادر من الفيفا خلال الفترة القادمة عشان نعرف موقف الكنغو بعد شكوى الاتحاد البنيني لكرة القدم بسبب إجراء التغيرات في عدم توقفات سليمة خلال الفترة الأخيرة في المباراة اللي تلعبت فيه كينشاسا آخر حاجة معايا وهي متعلقة بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من وقت مباراة الزمالك لغاية النهاردة كل يوم معاكم في التريند أو بنستعرض تريند الأهلي عرض سعودي لحمد فتحي قهربا مش هيكمل في الأهلي مسماني قاعد مع عمار حمدي أحمد عبدالقادر جايره عروض محمد محمود الإسماعيلي عايزه حمد فتحي النهاردة عرض سعودي وإماراتي أفشا جايله عرض أكرم توفيق رايح آيكس مش ممكن يعني ده مش طبيعي أنا مش عارف هل ده سكريبت موحد ولا هل فريق كسبان الزمالك وعمل سكور ورقم قياسي ومتأهل يعني عامل رقم كويس ومتصدر الدورة أصد نعم متعودين على التأهل اللي احنا دائما بنكسب ونوصل النهائيات بس فريق عامل إنجازات وعمل أرقام طيبة الفترة الأخيرة هل من الطبيعي أن يجلوا عروض دي كلها في ظرف عشر تيام رغم أن الفترة الحالية لا فيه انتقالات ولا فيه فترة قد مفتوحة سواء في أوروبا أو حتى في مصر ولا كمان فيه أزمات تدل إن اللعبة دي عايزة تمشي ده بالعكس فيه حالة استقرار فني الفريق متصدر الدوري لقاء الدرب والكلاسيك وفايز على الزمالك بخوماسية وعمل سكور كبير فأي منطق وأي عالي يقول إن فيه عروض للأهل بتيجي واللعبة بتناقشها أقرم توفيه حتى لما طلعه وصرح قال لك يا جماعة أنا بلعب في نادي كبير اسمه النادي الأهلي إزاي تحطوا لي عروض بنفس قيمة ومكانة الأهلي أكيد أختاري الأهلي ما هو العرض اللي جايولي يعني مش ريال مدريد ولا برشلونة ما هو في نفس الوقت وبيلعب في الأهلي جالوا عرض من آيكس جالوا عرض من تركيا جالوا عرض من أي مكان اللعب من جوه شايف عنده قناعة إن استمراره في الأهلي في التوقيت ده لمصلحته لمصلحت الفرق وإيه فكرة كل شوية إن مسيماني اجتمع بحصام حسن وقال له هديك فرصة يا جماعة هو لوجاك كده في الكلام الطبيعي احنا بنتكلم هو فيه مدرب بيوعد لعب بالمشاركة ولا المدرب بيقول اللاعب كلكم بتفرج عليكم وامتابعكم وبتفرج على التدريب وبركز معاكم وكل واحد فيك وياخد فرصته لكن مفيش مسألة الوعد لأن الوعد ده انت مش عارف في المباراة ممكن توديك فيهن التسعين دي قال اللي انت بتلعبها انت بتنازل بخطة وبتشكيل وممكن خلال المباراة نفسها بتغير كل حاجة بتفق مع العب اللي انت ممكن تلعب معاها اخر ربع ساعة وتنزله اخر ربع ساعة عشان راجع من اصابة وتلاقي نفسك كمان المباراة يعني اقربت شوية ومضطر عايز تعمل تغيرات تانية فبالتالي الوعد اللي انت قلته هنا مش عاد تنفزه فما فيش في الفكرة دي لا مسيماني وعد حد ولكن على الجمهور انا قلت الكلام نظري ده لما نيجي بقى لتريند الاهلي هنوريكم الكلام ده عملي وهتتفاجئوا بمنشتات وعنوين غريبة جدا اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف اخر اخبار الاهلي وازاي الفريب يستعد للقاء المؤولين العرب اهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد في هذه الفقرة هنحاول نلقى الضوء على اخر الاستعدادات والتفاصيل الخاصة باستعداد الاهلي للقاء المؤولين العرب في هذه اللحظات فريق النادي الاهلي بتضرب في ملعب مختار التيتش بجزيرة لذلك اذهب مباشرة الى زميل العزيز كريم احمد مراسل قناة الاهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد كل التحايا لك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي نهاردة التدريب مساء وكانت 48 ساعة الماضية تدريب صباح وكان فيه مراحة سلبية عايز اعرف منك اخر الاخبار والترتيبات والاستعداد للقاء المؤولين خاصة ان خلاص العشر تيام اللي فاتوا نشوة الفوز على الزمالك بقى نبدأ نقفلها ونركز بقى في المرحلة الجاية ان شاء الله يعني بالتأكيد زميل محمد نقدر نقول المرحلة الاخيرة في الاستعداد الخاص بمبارات المقونون العرب ان شاء الله يوم الجمعة على استاد الالي والسلام يا رب ان شاء الله بإذن الله تركيزنا الكبير الحقيقة اللي كان في مبارات الزمالك والاهتمام الكبير والتركيز الاكبر كمان اللي كان من الجهاز الفني والقيادة الفنية الرائعة جدا من بيسو مسماني تستمر وكون انطلاقة جديدة زميل محمد ان شاء الله في مبارات المقاولون لا حسابات خاصة عندهم عناصر مميزة جدا طبعا تحت قادة كابتن اعماد اللي نحاس واحد من المديرين الفنيين الموهوبين والمميزين جدا لكن بأكد لك زميل محمد حالة تركيز كبيرة جدا مع لعبة النادي الاهلي عن المرحلة اللي فاتت الحقيقة كان فيها مبارات طبعا تعارف فامينيت سمنوت بعيدا عن النتيجة وبعيدا طبعا عن عدم مشاركة عدد كبير من لعبة لكن الرجل طمن على اكثر من عنصر من الجزء البدني ومدى تركيز اللاعبين ها كانت النتيجة كبيرة لكن جهاز الفني بيبقى لي رؤية تانية طبعا في كل العناصر اللي شاركت فيها هذه المبارات تدريبات محمد انت عارف زي ما انت قلت كانت صباحي خلال الايام المضية النهاردة خلاص نقدر نقول اول يوم يستمر النادي الاهلي في تدريبه اربع عصرا وغدا ان شاء الله ومنها الى معسكر مغلق لكن بنأكد طبعا على الحالة الكبيرة جدا حالة التركيز اللي فيها لعبة النادي الاهلي اهمية المباراة المحاضرات الفنية المستمرة والهاي لايس المستمرة اللي ممكن بيتسو مسماني مركز عليه بشكل كبير جدا في مباراة المقاولون عندنا ثلاث مباراة واتوقف الدوري ومنها المعسكر لفريق النادي الاهلي لكن بناخدها خطوة خطوة وهي مباراة المقاولون ان شاء الله تكون بداية وانطلاقها جيدة وثلاث نقاط يساعدوا النادي الاهلي في الحفاظ طبعا على صدارة الدوري واستمر ان شاء الله النادي الاهلي في اداءه الرائع والمميز اللي بيوسعد كل جمهور النادي الاهلي نقطتين يا محمد طبعا حابب اأكد عليهم معاك طبعا الناس اكيدة تسأل على عودة الدوليين بيرسي تاو وايضا كمان ميكي سوني بقدر بنون كل طبعا اللعيبة الدولين اللي غابت خلال الايام الماضية يعني من تأكدات الكابتن سايد عبدالحفيز كل اللعيبين الدولين اللي كانوا في متخابنا الوطني متواجدين بيعملوا طبعا ريكوفري اللي انتعالف المجود كان كبير جدا المباراتين كانوا قويين جدا كل اللعيبة الحقيقة اللي شاركت من النادي الاهلي كانت اداء رائع فانقدر نقول النهاردة ما فيش تدريب على قد ما هو ريكوفري واستشفى ويمكن كمان برضو دي بتحطنا في جملة مفيدة طبعا حامل انتعارف هل الرجل هيستعين بعدد كبير من اللعيبة طبعا اللعيبين ولا المجود اكبر ولا الرجل هيحاول يوظف اللعيبين طبعا متواجدين في القائمة ما كانش بالشارك في المبارات الماضية كل الامور دي نقدر نقف عليها غدا ان شاء الله لان يمكن كل اللعيبة النهاردة اللي رجعت من المنتخب سواء ميكي سوني بيرستاو ديانج بانون كل اللعيبة الحقيقة ما شاركتش نهارة في تدريب بالكامل على قد ما هي كانت تدريبات بسيطة جدا فيعني ان شاء الله بإذن الله على امل نكون بكرا ان شاء الله كل اللعيبة متواجدة الدفع من عدم وعدد من اللعبين ده يمكن رؤية طبعا الجهاز الطبي قبل من يكون الجهاز الفني لان انت عارف طبعا المجهود البدني الكبير اللي بوزل خلال الايام الماضية وخلال مبارات الماضية من كل اللعيبة محتاج طبعا اللقوف عليه على المستوى البدني فيمكن ان شاء الله بإذن الله على ارض الواقع في تدريب الأخير لفريق النادي الأهلي قبل مبارات المقاولون نقدر ان احنا نقيم مين هيخش فيها القايمة مين عنده القدرة البدنية ان هو ان شاء الله يشارك في مبارات المقاولون المبارات لها حسابات عديدة جدا مع فريقا للنادي الأهلي ومع ايضا الجهاز الفني لكن التحضير جيد ويمكن عندنا مجموعة كبيرة محمد والسكواد رائعة ومميز جدا ويمكن الفترة اللي فاتت كنا بنقول ان احنا عندنا اكتر من اللعيب في كل مركز ودي بتساعد وبتدي حيرة شوية لجهاز الفني فالأمر ده مش قلقنا اي حد من اللعيب ما يكونش متواجد فيها دي المباراة على قد ما يكون المتواجد وياخد الفرصة يؤدي بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي واللي يرضي ايضا كمان جمهور النادي الأهلي تدريب اليوم النهاردة كان تدريب قوي كعته فقرات بدنية في البداية ولكن الجزء الاكبر يا محمد في هذه اللحظات هو التاكتك اللي بيحاول بيتسو موسماني يحفظ لعيفة للنادي الأهلي جمل كثيرة جدا ان شاء الله تطبق في مباراة المقاولون العرب الحمد لله الامور طيبة جدا لفريقة للنادي الأهلي وبنعمل ان شاء الله يستمر النادي الأهلي في تركيزه الكبير ومنها ان شاء الله لمباراة يوم الجمعة ويقدر النادي الأهلي حتى تلات نقاط هيساعده النادي الأهلي بشكل كبير جدا في حفاظه على الصدر بإذن الله طيب كريم عايزي أسألك على بيرسي تاو وعلى أليو ديانج يمكن دول أول اتنين لعيبة راجعين من الأجندة الدولية وكانوا برح خدوا راحة سلبية هل النهاردة كان في راحة إضافية ولا كان في تدريبات ودخلوا في التأسيمة الجماعية يعني بيرسي تاو وديانج ما ظهروش في تدريب الجماعية محمد لكن كان لهم جرعة تدريبية في الجيم بسيطة جدا ويمكن الراجل اكتفى ان هم يكونوا متواجدين في الجيم لكن فرصتهم كبيرة جدا ان هم يكونوا متواجدين في القائمة ومنها في مباراة المقاولون العرب لان انت عارف محمد اللعيبة دي ممكن ومع الجرعة للتدريبية الكاملة تقدر تشوف لان انت عارف محمد ممكن بكرة تلاقي اي حد بشتكي فيه تقل فيه جهدي فيه مجهود فيمكن زي ما بقولك اه دول يمكن رجعوا شوية بدري عن العباء المنتخب لكن التقييم الحقيقة يكون ان شاء الله على تدريب الغد من حالة البدنية والحالة الفنية الحالة الفنية طبعا معروفة عن كل اللعبين لكن هي الحالة البدنية والمجهود هو ده اللي يمكن هيقيمه والنادي القائمة والجهاز الفني من خلال تدريب الغد وانا انتظر ان شاء الله الاختيار في القائمة مين هيكون موجود مين مش هيكون موجود لكن الامر المهم جدا واللي احنا بنأكد عليه في كل مرة اي لعيب يكون متواجد في القائمة هياخد دور هيلعب في مركز مش مركزه هي فرصة والفرصة كل لعب لابد ان احنا يمسك فيها لان العدد الكبير اللي متواجد فيه فريق النادي الاهلي والفكواد الرائع والمماس جدا كل لعيب مستني فرصة محمد مباراة قوية ومباراة المقولون بنأمل اي لعيب يكون متواجد يتقلق يساعد النادي الاهلي ويساعد نفسه ان شاء الله انه يكون لي فرصة ودور كبير جدا خلال الايام القادمة طيب تلت لعيبة يمكن الاصابة والتأهيل والبرنامج البدني كان بخلهم بعيدين شوية عن المشاركة في المباريات صلاح محصن محمود متولي ومحمد محمود هل في امكانية ان يكونوا موجودين في مباراة المقولين ولا التلاتة لسه قدامهم شوية وقت الفترة الجاية اكيد ده ممكن يكون ظاهر من خلال التدريبات الجامعية والتأسيم اللي بيعملها بيتسو مع الفريق يعني هديفها العليم محمد كمان وليد سليمان يعني وليد سليمان كمان يمكن كان من المجموعة اللي كانت في اصابة خلال الفترة اللي فاتت لكن ظهوره الحقيقة في مباراة مينة سمنود سواء هو او صلاح محسن دون مؤشر ان اللعيبة جهزة واللعيبة دخلت في الموت سريع انتعرف خبرات وليد سليمان الكبيرة وايضا كمان اصرار الحقيقة صلاح محسن هو يكون متواجد الكل كان بيؤدي اداء راعة في مباراة مينة سمنود التدريبات كانوا بيؤديوا فيها بشكل كبير جدا المحمود متولي ايضا كمان بيؤدي تدريبات اكثر من رائعة لكن الجهازية اللي يمكن قدر اقولك اكتر شوية من متولي ومحمد محمود هي وليد سليمان وصلاح محسن اللي ممكن يكون لهم دوره في القائمة لكن الكل الحمد لله ما عندناش اصابات كنا كل مرة محمد على طول بنتكلم غيابتنا اصابتنا لكن الحمد لله يعني وانا بيكلم اي لعيب مصاب في النادي الاهلي وده امر مهم جدا ودور الكبير الحقيقة اللي بيقوم به الجهاز الطبي بقية احمد ابو عبل دي حاجة بتطميننا بشكل كبير المجهود كبير جدا اللي بيفزل محمد خلال ايام الماضية من الجهاز الطبي والجهاز الفني فالحمد لله حاجة بنتمنى ان هي تدوب معنا بنتمنى ان يبقاش في اي اصابات لان احنا محتاجين كل انصر في العيب النادي الالي خلال ايام القادمة عندنا تلات مباريات مهمين جدا يساعدونا بشكل كبير ويدو شكل بشكل كبير جدا لجدول الدور العام سواء في الدور الاول او بشكل عام لكن بأكدلك الرباعي جاهزين بدنيا وطبيا لكن الاجهز بشكل كبير جدا هو وليد سليمان وصلاح محسن طيب كل لعيبة دولية يمكن الحمد لله منتخباتها راحت لمرحلة الدور الفاصل سواء حتى لعيبة النادي الاهلي بشاركة ومنتخبنا الوطني اليو ديانج علي معلول حتى بدل بنون هو منتخب المحليين في المغرب لكن موجود دائما في الاجندة الدولية مع المنتخبات المغربية لكن عايز اعرف على بيرسي تاو هل في جلسة في جلسة في اجتماع اتعامل ما بين بيتسو مسيماني مع بيرسي تاو يالتنين جنوب افريقيا وفي نفس الوقت مسيماني اكيد كان ليه تعليق على احداث مباراة جنوب افريقيا وغانا هل احداث المباراة لها تأثير على الاقل على بيرسي تاو ولا شايف ازاي الجهاز الفن هيتعامل مع فكرة ان ازاي لعيب ضع منه حلم كأس العالم انه هيئوا الفترة الجاية عشان يشارك ويكون عنده دوافع جديدة مع النادي الاهل هي نقطة مهمة جدا الحقيقة زميلي محمد ويمكن مميزات الحقيقة بيتسو مسيماني بعيدا طبعا هو جنوب افريقيا وايضا كمان بيرسي تاو يعني الراجل في الامر ده مميز جدا الحقيقة الجانب النفسي عنده مميز جدا وكمان يمكن العلاقة الرائعة والمميزة والطويلة جدا بيرسي تاو وبيتسو مسماني ده يمكن اكيد هيبقى لها دور كبير جدا الراجل بيتكلم اكيد مع كل اللعيبة لكن تحديدا على هذا الموقف طبعا خروج ده بتبقى صد ما طبعا لكل اللعيب واللعيب الحقيقة بتبقى بقيمة بيرسي تاو مع المنتخب طبعا جنوب افريقيا ده بيبقى امر صعب شوية على العيب فبالتأكيد بيرسي تاو جلساته يكون مستمرة واكيد اول ما بيرسي تاو وصل اكيد كان فيه جلسة جامعة بيرسي تاو على هذا الامر الراجل اكيد بيتكلم على لابد يكون فيه نسيانه لابد يكون بركز مع فريق النادي الاهلي الراجل مميز جدا الحقيقة محمد في هذا الامر بالتأكيد طبعا يعني جنوب افريقيا ويمكن بيرسي تاو ويمكن ليهم لغة كمان معروفة بينهم وبعد فالامر دا مهم جدا بنتمنى كمان بخبرة بيرسي تاو العيب بخ كبير والعيب بخبرة كبيرة ان الامر دا ما يأثرش عليه بشكل كبير ويكون تركيزه الاكبر مع النادي الاهلي الهدف دلوقتي هو النادي الاهلي الهدف دلوقتي هو اسعاد جمهور النادي الاهلي فان شاء الله بإذن الله القادم يكون افضل ونقدر نستطيع في مباراة المقاولين نحاها ثلاث نقاط بشكل كبير جدا نساعده النادي الالي في مشهور بطلت الدور العام زميل العزيزة كريم أحمد مراسل قناة الاهلي كان حاضر التدريبات الفريق وبالتأكيد اخر الاخبار من مقر النادي الاهلي بالجزيرة شكرا جزيلا يا كريم وكل التوفيير للفريق ان شاء الله وبالتأكيد غدر ان شاء الله يكون فيه معسكر مغلق استعداد للقاء المولين يوم الجمعة اعلم بحضراتكم من جديد وفقر التريند الاهلي ونتجول كده مع بعض في صفحات السوشيال ميديا ونشوف المواقع كتبت في ايه عن الاهلي خلال الساعات الاخيرة نبدأ مع بعض من الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتب موسيماني يرفض رحيل النجوم في الاهلي انا قلتلكم في الانترو هتكلم نظري في تريند الاهلي انا استعرض عملي ونشوف بقى السوشيال ميديا والصفحات اتكلمت ازاي على الاهلي وعلى بيتس موسيماني وعلى النجوم موسيماني يرفض رحيل النجوم هو اصلا محدش عرض على موسيماني ان في النجوم هتمشي واصلا مفيش نجوم جالها عروض واحنا حاليا دلوقتي في شهر 11 لا في انتقالات ولا في فترات قيد فبالتالي كمان نلسه في الاسبوع التالت للدوري وعندنا قيمة وعندنا مشوار طويل دوري وافريقيا فبأي منطق هيكون فيه رحيل وبأي منطق كمان هيكون فيه فكرة او عرض من المسؤولين على بيتس موسيماني ان فيه لعبة تمشي كلام اعتقد يعني سابق الاوانه خلال الفترة اللي جاي طيب كهربا يوميا لازم يكون معنا حاجة عن محمود كهربا واعتقد اجتدى الجمهور خلاص ياخد باله من القصة دي نروح ليه حساب اليوم السابع ويه حساب الرسم لليوم السابع على تويتر بيقولوا ان موسيماني يمنح كهربا الفرصة الاخيرة في الاهلي قبل امريكاته الشتاء احنا خلاص بقى وصلنا بقى ايه لليفل الوحش الفرصة الاخيرة الفترة الاخيرة بنستعرض جاء اصلا جاي له عروض من السعودية كهربا عايز يمشي كهربا مش هياخد فرصة ويشارك كهربا مستبعد من مبارات الزمالك لأسباب غير فنية وكلام كتير قوي نهار ده بقى خلاص احنا وصلنا لليفل المستوى الرابع اني اخر فرصة في الشتاء لو المستوى ما ظهرش هيمشي بالمناسبة جماعة ارجعوا للارقام والاحصايات لاخر مباراتين لقهربا شارك فيهم بشكل اساس وكانت المبارات الاخيرة امان بطل النيجر من المباراتين دول هتعرفوا قهربا الفترة الاخيرة مستوى ابتدى يعلى بس اتمنى الناس تقف جنب قهربا تحديدا عشان يبدأ يدخل مع الاهل واحرز هدف رغم ان مشوارنا دايما مع المنتخب المغربي مش احسن حاجة كان محمود قهربا فاخدوها حتة وطنية يعني نقف ايه نقف جنب قهربا وطنية عشان لما يظهر بشكل كويس يمكن يخش المنتخب يبقى يكون الفقل كويس لو لعبنا مع المغرب يكون معنا محمود قهربا اروح لحاجة كمان معايا وحساب اليوم السابع وبتكلموا على صالح نصر احدث الوجوه المنضمة من قطاع الناشئين وهو اليوم السابع على تويتر بيقول انه مسماني يطلب اعارض صالح نصر للحصول على فرصة خارج الاهلي منطقي صالح نصر احد اللاعبين اللي موجودين في قطاع الناشئين وبيتم تصعيده للفريد اول وبالتأكيد في عدد كبير جدا في القائمة الاساسية فاي لعب صاعد لو ما فيش فرصة هيكون بالتأكيد في فرصة لقعارضه عشان يكتسب مزيد من الخبرات خلال الفترة القادمة نروح كمان ونشوف معنا قلتلكوا ده الشغل العاملي بقى تريند الاهلي النهاردة شغل العامل عن ناظر نحن قلنا في الانترو الوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي على الفيسبوك بيتكلموا على ان في عروض سعودية واماراتية تهدد استمرار حمد فتحي مع الاهلي اصل حمد فتحي متقلق الفترة الاخيرة مع الاهلي ومع المنتخب الوطني فنقول بقى ان في عروض من السعودية وفي عروض من الامارات يعني السعودية لسه اصلا الدوري نقدر نقول خلاص يعني لسه منتصف الدور الاول ونفس الامر في دوري ربطة المحترفين في الامارات فما اعتقدش ان فيه نادي حتى حدد احتياجات والفترة اللي جاية حمد فتحي نفسه اصلا مستمر مع الاهلي ومفيش لاعب في الاهلي النادي الاهلي يستغنى عنه في يناير مفيش لاعب اساسي الجهاز الفن بيعتمد عليه لكن ده يندرج تحت باند اللي انا قلته في بداية الحلقة الاشاعات الكتير قوي حوالين فكرة النجوم اللي راحة هنا وهنا وهنا خاصة بعد الفزعة الزمانية بخماسية نروح كمان لحساب الوطن سبورت ومكملين في نفس الموضوع لكن المرة دي بقى مش مسألة العروض لا مسألة المشاركة اذا ما كانش عندنا مسألة عروض نبدأ نتكلم على المشاركة هو بيشاركش هو هيشارك طيب نشوف الوطن سبورت بيقوله ايه عاجل مسيماني يحدد موعد ظهور حسام حسن مع الاهلي الفكرة في حد ذاتها ان بيتسو مسيماني يتحدث معه واشاد بمستواف التدريبات والمبارات الودية ووعدوا بالحصول على فرصة خلال الفترة القادمة طب فين بقى الموعد يعني في سياق الخبر ان مصدر مطلع داخل النادي للوطن سبورت قال التفاصيل دي ان مسيماني قعد مع حسام حسن واتكلم معاه واشاد بمستواف التدريبات والمبارات الودية وقال لها تاخد فرصة طب امتى بقى الموعد ما تقلش في الخبر لكن هو العنوان يشد دايما القارئ عشان الترفيق وي الاراية بالنسبة للاخبار من خلال السوشيال ميديا نروح للمصري الرياضي ويبدو ان حسام حسن ليه قصة جديدة ولكن من خلال المصري الرياضي حساب الرسم للمصري دي على تويتر بيقول ان حسام حسن يشكو التجاهل في الاهلي وطلب المشاركة طيب ما هم الزملاء في الوطن سبورت قالوا ان المسيماني قعد معاه ووعدوا بالفرصة المشاركة يبقى بالتالي هل بيشكو التجاهل بعد الاعداء ولا قبل الاعداء ولا فرصة الاعداء مش عارفين طب هو خد وعد بالمشاركة وحدده الموعد بندور على الموعد ما لنا همش لسه الاسبوع التالت في 34 مباراة في الدوري ولسه المباراة الافريقية حسام حسن ما تأيدش فيها هيتأيد في يناير ويكون مع الاهلي بدور المجموعات القارئ أصبح فهم كويس قوي المحتوى اللي بينزل على السوشيال ميديا الهدف منه إيه طيب مبتدأ بيكلم بقى عن صفقة في النادي الاهلي بتقترب من الانضمام لزئاب الجبل الحساب الرسمي المبتدأ على تويتر بيتكلموا على ان فريق كريم فؤاد ده بقى لعب تاني منضم حديثا لكن لسه ما خدش فرصة المشاركة بعد الاسبوع التالت الظهور الأول أو بيقترب من الظهور الأول أمام زئاب الجبل وممكن يشارك فيه المباراة القادم طيب نروح بقى كمان لآخر حاجة وركزه في الكلام اللي جاي ده حساب سبورت 360 مصرية في تصريح نقلا عن أحمد حسام ميدو بيقول على مسؤوليته في تصريح بيقول ان الاهلي عينه على عبدالله جمعة أنا أوجه سؤال للأستاذ أحمد حسام ميدو هل دخلت فيه دماغ وعقلية بيت سمسيماني وعرفت احتياجاته في يناير ده واحد هل عقلية اللاعب اللي انت طرحت ان هو ممكن ينضم للأهلي هل عقليةه ممكن تشتغل فيه النادي الأهلي وتكون موجود في صفوف فريق النادي الأهلي اتنين تلاتة المركز ده مين موجود فيه أعتقد لو الإجابة للناس عرفت الإجابة عن كل هذه للسفسارات هتعرف كل التفاصيل دي وكمان في نقطة كمان مهمة مش أي لاعب عاده بينتهي مع فريقه ممكن ينضم للأهلي ولا الأهلي أصلا ممكن يفكر فيه مش أي لاعب النادي الأهلي ما بيفكر في لاعب ما بيفكرش فيه في لحظة بيفكر فيه لفترة وبيتابعوا الفترة والانضمام هنا مش للمستوى الفني بس هل هينسجم ويدخل في إطار عائلة الأهلي وفريق الأهلي ولا هيكون صعب أن يكون موجود في المطبخ وفي المدرسة دي خلال الفترة اللي جاية أعتقد كل اللي طرحته وكل الأسئلة إجابات على تصريح الأستاذ أحمد حسام ميدو اللي دخل فيه عقلية بيت سموسيمان ودخل في دماغه وقال إن الأهلي بيفكر وعينه على عبدالله جمعة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نوصل مع حضراتكم بقى فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند المحلي ونشوف الأبرز الأخبار المحلية ومتعلقة باستيناف الدوري وآخر أخبار الدوري طبعا معايا يمكن الحساب كورا بلس من تويتر بيقولوا تصرحات لرئيس رابطة الأندية الأستاذ أحمد دياب بيقول إن انطلاق المسابقة الجديدة لكأس رابطة المحترفين عارفيني إن كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله هينطلق في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير كأس الرابطة من خلال تصرحات رئيس الرابطة هتنطلق من يوم 8 يناير وهتتلاق settlement خلال فترة كأس الأمم الإفريقية كأس الرابطة مش هتلاق بإلا في الفترة من 8 يناير ل6 فبراير وهتكون فترة مضغوطة وهتكون المشاركة إجبالية لكل الأندية اللي بتراعب فيه الدوري الممتاز والمشاركة كمان هتكون من خلال إطار بقى معين ممكن يتم تقسيم الـ 18 نادي إلى مجموعات تأهل الأوائل مع أفضل ثواني نلعب مرحلة دور نصف النهائي دايركت كل ده هيتحدث خلال الفترة اللي جاية لكن البطولة ده هتتلاعب في الفترة من 8 يناير أثناء مشاركة منتخبنا في كأس الأم الإفريقية في الكاميرون حال إقامة البطولة طيب أروح كمان حاجة تانية في الترند المحلي وأيضا من حساب يلا كورا ولنشر تصرحات أيضا لأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وقال تم الاتفاق مع لجنة الحكام على منع الحكام من التحدث في الإعلام عن النواحي الفنية والقرارات التحكمية في مباريات الدور العام ده كلام مهم جدا من الأستاذ أحمد دياب عشان اللغة اللي موجود بسبب تصرحات بعض الحكام وتحديدا الكابتن محمد عادي العاقب مباراة القمة بس أتمنى أن الاتفاق ده ما يكونش على الحكام بس يعني الحكام اللي بيدين المباريات ورئيس لجنة الحكام أيضا يعني المنظومة التحكم بالكامل ما تتكلمش الفترة الجاية وتركز وتشتغل في الملعب فقط لأن احنا محتاجين كتير أول فترة الجاية من لجنة الحكام وقدر الإمكان عن حاول نساعد المنظومة عشان تنجح لأن احنا همنا أن المنظومة كلها تكتمل وتبقى منظومة نجحة الرابطة شغالة كويس المتوقع بس اللجنة الحكام تشتغل بنفس الشكل المتوازي مع رابطة الأندية الحكام مش يتكلمه نتمنى رئيس اللجنة أيضا يركز في عمل الحكام خلال الفترة الجاية آخر حاجة معايا في تريند المحلي وتصرحات لي الكابتن عمادة متع بنجمة النادي الأهلي ونائب رئيس رابطة الأندية قال حاجة مبشرة جدا وبيتكلم على مسألة الحضور الجماهيري قال نعمل على زيادة عدد الجماهير في مباراة الدوري ولكن الالتزام هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك عدد الحضور سيزيد ولكن بعد مرور فترة من الالتزام حتى يتسنى لنا المطالبة بذلك كلام مبشر جدا من الكابتن عماد متعب على فكرة أن الأعداد الفترة الجاية ممكن تزيد وأنا أصدق تمام الثقة في تصرحات الكابتن عماد متعب في مسألة أن الأعداد ممكن تزيد حاليا في ألفين ألف لكل فريق الالتزام لو استمر الفترة الجاية وبراطة القمة كان فيها التزام كبير جدا من الجماهير تحديدا جمهور الأهلي الفترة الجاية ممكن نوصل لخمس ألاف مشجع والموضوع ده تحديدا هيفيد الأهلي جدا لأن جمهور الأهلي داخل الملعب تأثيره كبير الواحد صوته صوت مليون وشوفنا دافت مباراة القمة مدى تأثيره على المنافس وزي قدر الأهل يحسب مباراة القمة بخمسية شكراً كابتن عمد متب على التصريح وهذا التأكيد واروح لمشاركة الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم لتشكيل الأهل في مباراة المقاولين العرب أحمد ياسد بيقور في حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع أكرم توفيق بدر بنون أيمن أشرف علي معلول خط الوسط السلية أليو ديانج صنع الألعاب أفشا خط الوجوم حسين الشحات بيرس تاو المهاجم الصريح محمد شريف أهلاوي وأفتخر عجبني أنت حاطت التشكيل بالمراكز يعني عشرة العشرة محمد ناصر بيقول مسائل واردة عليك يا كابتن مسائل فل يا محمد التشكيل من وجهة نظري هو الشناوي أيمن بدر معلول أكرم حمدي ديانج السلية أفشا شريف تاو وأحلى مسا على قناة نزينة طارق بيقول الشناوي أيمن بنون أكرم معلول حمدي ديانج أفشا تاو شريف كهربا ما بين قصين ممكن يدفع بي لويس ساميك سوني وبيقول إن السلية محتاج يرتاح شوية نتمنى الفترة القادمة تكون اللعبة كلها في أفضل جاهزية عشان عندنا تلت مباريات تسع نقاط هيفرقوا كتير قوي أول ست مباريات بـ 18 نقطة قبل التوقف القادم من 30 نوفمبر لـ 18 ديسمبر إلى هنا نصل لختم حلقة اليوم من برنامج التريند بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لأنا ألتقي على خير في حلقة جديدة من الأسبوع القادم في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء